أنا اليوم فخور كون لبناني هي لحظة انتظرها كارلس غوصن لأكثر من عام أن يخترق العالم عبر عدسات الكاميرات ليدافع عن نفسه من تهم الفساد والاختلاص شركة نيسان التي انتشلها من الإفلاس كانت الحاضر الغائب في مؤتمر صحفي رفض غوصن خلاله الإفصاح عن كيفية فراره من إقامته الجبرية غادرت اليابان لأدفع عن نفسي بعد انسلخوني عن عائلتي وحياتي بطريقة وحشية لا أساس للتهم الموجهة ضدي وسأثبت هذا بالبراهين هناك تواطع بين نيسان والمدعي العام إلى نقابة الصحافة في بيروت توجه مئات الإعلاميين للاستماع إلى قضية شغلت الرأي العام إجراءات أمنية مشددة خضع لها الصحفيون قبل أن يؤذن لستين وسيلة بالدخول لتغطية المؤتمر تحمست للمجيء إلى لبنان من فرنسا بعد أن تابعت هذه القضية منذ بدايتها في اليابان كارلوس غوصن بيستحق عن جدارة لأب ساموراي والساموراي هو الإنسان الذي يباطح والذي يناضل من أجل البقاء على قيد الحياة ومن أجل تنظيف سمعته بين مؤيد ومعارض انقسم اللبنانيون بعضهم اعتبر غوصن لبنانيا ظلمه القضاء الياباني وبعضهم الآخر لم تقنعه التبريرات معتبرا أن غوصن استغل مكامن الفساد في لبنان هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها غوصن لبنان لكنه هذه المرة لن يتمكن من مغادرته حتى تتخذ هذه القضية مجرها القانوني غنوية العربية بيروت